بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا زي ما انتوا عارفين ان حضراتكم حلقات يوم الحد بنحاول فيها نتفقد البيوت يعني ايه نتفقد البيوت؟ يعني نشوف ايه اخبار بيوتنا وايه اخبار العلاقات ولا العلاقات بتتطور وبتنضج ولا لأ هناك معوقات بتعوق النضوج العلاقات بيننا عشان ننتقل من التوافق الى السعادة وفي اللحظة دي بنحاول اذا وجدنا اي معوقات ان احنا نحاول نقدم حلول للتحديات اللي بتقابل الزوجين من اجل ان احنا نوصل للتوافق والسعادة الزوجية النهاردة فيه موضوع مهم قوي محتاجين نتكلم عنه وده مش بس عشان فترة الكورونا اللي حصل فيها لا هو مهم لان دوت بتجدد دايما واحنا دي من الاشياء اللي موجودة في البيوت والمسكوت عنا وما يصحش السكوت عنا وما يصحش ان احنا نحن ندخلين عنوان واحد بس فيه وهو الصبر ونخلي الناس تمشي عليه لا احنا لازم نتكلم عن الموضوع ده بشيء من التأني المرة دي عن اختص باحد الطرفين في العلاقة الزوجية وهو التعافي من فقد شريك الحياة الحكاية دي مهمة او اوي ازاي يحصل تعافي من ان واحد من شركاء الحياة يفقد شريكه عفانا الله وإياكم من هذا عفانا ان احنا نقع في هذا التحدي وربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمرنا جميعا وربنا سبحانه وتعالى يعطيكم الصحة والعافية وكمال لأحبابكم تعالوا بقى نشوف التحدي دوت التحدي اللي احنا نتكلم عنه النهاردة التحدي صعب للأسف وبالذات على الزوجة فالزوجة بتكون اكتر تأثرا بفقد شريك حياتها بسبب طبيعتها وتركبتها النفسية المختلفة عن الركل محدش يقول مين قال كده بلاش الكلام اللي احنا بنقوله لان احنا معبئين بالمشاكل لكن هي بتحس بمراره وتعب جدا 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 لما تفقد شريك الحياة وانا اقول لكم من خلال شاهداتي اللي انا بسمعها في جلسات الارشاد الزواجي كتير الزوجات بتقول انا معرفتش امته ومعرفتش قد ايه هو كان اماني وقد ايه وكان مهم بالنسبة لي الا بعد فقط فالمرأة بشكل عام اكثر تأثرا بالمشاعر ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وآله وآله سلم أوصب بالنساء وقال رفقا بقارير لأنهم بيتأثروا بأقل صد وكذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حصل حضرة النبي على النساء من زيارة القبور حتى لا يتجدد أحزنه في أول الأمر نهاهم من زيارة القبور وعشان ما يدخلوش في حالة الكزعة والفزعة والتصدع والتوجع وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها فإذا لم يحرم المرأة ولم يحرم عليها زيارة القبور ولكن يجب أن تكون الزيارة بغرة الاعتبار والعظم وترك الجزعة وتجديد الأحزان وممارسة أي شيء أي فعل من الأفعال اللي ممكن يوصلنا إلى السخط وعدم الرضا بقضاء الله بعض الأزواج بيكونوا مرتبطين ببعض بشكل كبير جدا ومتعلقين ببعض في مرحلة من النضوج الزواجي اسمها مرحلة اتحاد المصير فتلاقيهم بيعملوا كل شيء سوا وبالذات لما يتقدم بيهم العمر والسن واستقلال الأولاد كمان بيساعدهم استقلال الأولاد في حياتهم بيساعدهم كمان على أنهم يكونوا أكثر ارتباطاً والتحاماً مع بعض وبقاءهم سوا بعد زواج أولادهم ومقلت زيارتهم مع سفر كمان الأولاد في بعض الأحيين أو سكنهم في محافظات أخرى أو بلد أخرى غير البلد اللي فيها أولادهم أو أن أولادهم سكنين في بلد تانية غير اللي هم مقيمين فيها اللحظة دي بقى بيبقى وفاة الزوج أو الزوجة بيكون الوضع صعب جداً جداً على الطرف التاني إنه فقد الأنيس الوحيد فقد ركن حياته وعشان كده عند فقد الزوج في سن صغير حتى ومع وجود الأولاد في أمار صغيرة ومختلفة بتشعر الزوج بالضياع والتوهان وإن هي بقت لوحدها في العالم ده وإن بقت في الدنيا وما عندها السند وما عندها داعم وما عندها حد يسعي دعا في اللي هي فيه ده ومش عارفها تشيل المسئولية دي إزاي وخاصة إن فيه ما بقتش مسئولتها هي لوحدها دي بقت مسئولتها ومسئولية الأولاد كمان بعض الزوجات بيكون مش قادرين تتجوز مرة تانية إما لأنها مش قادرة تدخل تدخل على الأولادها زوج أم أو مش عايزة تسيبهم لحد غيرها يربيهم أو لأن عدد أولادها كبير ومش لقي الشخص اللي يقدر يتحمل معها مسئولية الأولاد لأنها مش قادرة كمان تتصور أن يكون ليها زوج بعد زوجها اللي كانت بتحبه وبتعشقه واتحد مصرها معها وساعات بتبقى خايفة من نظرة المجتمع أنها ستة مش كويسة أو أم مش كويسة لأنها بتفكر في نفسها وكأني كان الأولى بيها أنها تقعد تربي أولادها لوحدها وده طبعا نظرة ظالمة للمرأة طبعا في زوجات بتقرر الزواج مرة تانية وده مش عيب لأن في الحقيقة ده أفضل الله مليون مرة من أن تعاني وتواجه تحديات الحياة لوحدها أما بالنسبة للزوج بقى فساعات بنجد بعض الأزواج مش قادرين يتجوزوا مرة تانية لنفس الأسباب اللي أنا ذكرتها الخاصة بالأولاد وبعضهم بيتزوج لأنه مش هيقدر يعيش بدون زوجها ويمكن كمان ده مشكلة لازم هو يكون واخد قرارها مع نفسه إذا كان هو محتاج زوجة أو مش محتاج زوجة فيها أسباب بقى مهمة للأزمة اللي بتحدث عند فقد شريك الحياة أول سبب السبب الأولاني هو التعلق الشديد بشريك الحياة وللتحدي بحيث ممكن بكتير بكتير من أحيين يكون هو كل شيء في حياة شركة حياته فيشعر أن غيابه بعد غياب يعني يشعر أنه بعد غيابه مش قادر يعيش مش قادر يكمل حياته ويحس بفرق كبير قوي بين الحب والود والمعاملة الرحيمة والعشر الحسنة وبين التعلق اللي كان حاسس بي بمع شريك حياته وهنا بننبه أن فيه فرق كبير جدا 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 ببين التعلق الزائد وربط مصيري بمصير شريك الحياة وعشان كده لابد أن احنا نتعلم حاجة مهمة قوي أن التعلق لا يزيد عن حده قوي بحيث أن الإنسان يحس أن هو مش هيقدر يعيش لو أن الشريك حياته ما بقاش موجود يبقى ده السبب الأولاني التعلق الشديد السبب الثاني الاعتمادية على شريك الحياة بنسمع كتير أزواج بعد وفاة زوجاتهم بيقولوا أنا ما عرفش حاجة في البيت ولا ما عرفش حاجة عن البيت ولا أعرف هي كانت بتديري إزاي البيت ده أنا كنت بتديريها المرتب أول كل شهر سواء ناقص أو زايد وكنت بلاقي كل أكل حلو وكل بيت نظيف وما عرفش هي كان بتعمل الكلام ده إزاي ده أنا البيضة ما بعرفش سلوء ولا كنت أعرف حاجة عن الولاد لا عن عمرهم ولا عن مشاكلهم ولا على سنواتهم الدراسية أنا كنتش عارف حاجة وفجأة لقيتني أنا المسؤول عن كل حاجة كل ده وبقيت أب و أم وساعات زوجات بتقول بقى لما يحصل الله ده كان باللسبالي كل حاجة ولا عمري اشتريت طلبات للبيت ولا تعملت مع رجل غريب وهو اللي كان بيجيب لي أي حاجة أنا عاوزها وبيصلح لي أي حاجة في البيت وبيوصلني لأي مشوار وأنا ما كنتش بخرغ غير زيارات لأهلي أو للدكتور وهو ساعات كان بيبقى معايا كمان هو كان أبويا و أخويا و صحبي كان كل حياتي آه دي الحاجة التانية ده السبب التاني السبب التاني بعد التعلق إنه هو يحس كل واحد فيهم إنه هو مش قادر يعيش من غير شريك حياته الحياة التالتة الفهم المخطئ لقيمة الوفاء فيجي يعتبر الشخص اللي فقط شريك حياته إن أي شيء هيحصل له لازم يحصل لي ولو مرض لازم أمرض ولو مات أيوة لازم أنا أموت كمان أو لازم مشاعري ما تبقاش حية وأعيش كإني ميت وسط الأحياء وما بقاش وفي لي أي طلب في الحياة دي وحتى هما بيقولوا البعض أنت لو لا أقدر الله موت أنا هموت وراك وبيدعوا بيقولوا ربنا يجعل يومي قبل يومك لكن حضرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا معنى مختلف عن الوفاء فحضرته صلى الله عليه وسلم تخيل حضرت النبي لما يحب هيكون حبه شكله إيه ده أصل الحب حضرت النبي هو الطريق الحب نفسه كل إن كنتم تحبون الله فاتبعونه يحببكم الله حضرت النبي هو الحب كله فحضرته لما يحب بقى يحب ستين السيدة خديجة هيبقى الحب بشكله إيه حب مالوش وصف لدرجة إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رزقت حبها يبقى الحب بتاع السيدة خديجة ده هو رزق اللالية وظل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حبها وظل وفي صلى الله عليه وسلم لها حتى بعد انتقالها وزواج حضرته ومن باقي زواجاته فكان بعد وفاتها وحتى ابن وفاقه صلى الله عليه وسلم وبروا ليها كان يبر أهلها وأصدقائها فالسيدة عائشة بتحكي والسيدة عائشة اللي بتحكي تخيل؟ السيدة عائشة اللي بتحكي يعني عين الزوجة اللي بتغير من الزوجة توفيت فبتحكي بتقول قالت ما غيرت على أحد من نساء النبي ولا واحدة من نساء النبي ما غيرت على خديجة رضي الله عنه وما رأيتها قط كانت هي توفيت قبل ما ستنا السيدة خديجة السيدة عائشة يمكن تتولي ولكن كان يكسروا ذكرها كان يكسروا ذكرها يعني يكسر ذكر السيدة خديجة وربما زبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فلو أمبما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة أما فيش حد في الدنيا غير السيدة خديجة فيقول حضرت النبي بأبي وأمي إنها كانت وكانت فيحكي بقى عن جمال السيدة خديجة وكان لي منها الولد الحديث ده منتفق عليه والحديث ده بيقول لك قد إيه حضرت النبي حبك لسيدة خديجة لكن وفاقه ما منعوش إن هو يتستمر حياته ووفاقه استمر حتى بعد وفاته فجعل يعطي صدقات لصداق لصديقاتها لكي تشعر بأنها ما زالت حتى الآن نفسها وروحها وجمالها وأنوارها ستنا خديجة الكبرى ما زال في الحياة رابع سبب بيخلي الناس التحدي ده يبقى التحدي صعب عليه الخوف من المستقبل وخاصة الزوجات فالزوجة بتشعر بشكل كبير جدا جدا إن الزوج بعد وفاة إن الزوجة بعد وفاة شريك حياتها إنها فقدت السنة لسالك بيزيد خوفها على المستقبل جدا وبتفضل تفكر في تربية الولاد ومصارفه ومصارف البيت وهل هتقدر تواجه الحياة لوحدها والمسؤوليات دي كلها بدون ما حد يطمع فيها مثلا عشان لوحدها وعشان هي بقت أرملة لأنه ما بقاش معها الراجل يحميها من أي حد يطمع فيها الحاجة الخامسة كمان اللي بتحصل وبتخلي التحدي ده التحدي كبير قوي طول العشرة مع تقدم العمر وزيادة عدد سنوات الزواج بيتعاود الزواجين على حياتهم مع بعض وبيبقوا كل حاجة تفاصيل حياتهم عايشينها مع بعض وزي كانوا عايشين قبل ما يتجوزوا لأن الزواج بيكون أكبر مرحلة في حياتهم فلما فيهم حد بيفخد شرك حياته بيشعر أن الزوجة أو الزوجة بوحدة شديدة لأنه بالنسبة له بيبقى صعب أنه يتعاود على حياته بدون شرك حياته اللي هو معاه في كل التفاصيل والذكريات متنطورة ومزروعة في كل مكان وملزوعة على كل حيطة وموجودة مع كل صورة وبيقول مش باقي من العمر قد اللي راح وعايش لوحد إزاي وأنا صعب أتجوز في العمر ده أنا في الحقيقة عايز أقول نصيحة للي بيفقد شرك حياته أول حاجة لو أنت نوي فعلا تعيش عايش على ذكرى خلاص عايش على ذكرى فعيش على أنه هو قيمة ومعنى والقيم ما بتموتش والمعاني ما بتموتش يعني إيه القيم ما بتموتش والمعاني ما بتموتش يعني أوقع تتعامل معاه على أنه خلاص راح للعدم أكيد ما فيش حد لما بيموت بيروح للعدم إحنا كل الحكاية إن أجسادة ممكن تبلى لكن إحنا نفضل موجودين بتفضل أرواحنا وتفضل نفوسنا موجودة فإذن ما فيش حد بيتحول إلى عدم محد كده أو عدم تماما ولذلك إحنا ما متعدى على المقابر بنعمل إيه بنسلم على أهل المقابر السلام عليكم دارق منين يبقى إذن إحنا نعمل إيه هو ما راحش للعدم فده شيء مهم جدا 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 ده هيخفف شوية من الحزن والألم والواجع إنه مازال موجود وما زلت أنا ممكن أتواصل معه بأروحي وممكن أبعث له الهدايا وابعث له الصدقات الجاريات ويبقى ده تدخل السلوح على قلبه وأحس أنا بإن أنا أدخلت السلوح على قلبه ويفضل بيننا علاقة ويفضل زيارتي دي هي زيارة ود ومحبة وفرح وكمان علاقة دائمة والمعنى التاني المهم جدا جدا اللي بيفقد شريك حياته إن أنت في الحقيقة تستطيع أن أنت تخليه عايش معاك إن أنت تحول كل حاجة حصلت بينكم إلى معنى وقيمة والمعنى والقيمة ده لما تعيشوا وتطبقوا وتمرسوا في حياتك كل حاجة جميلة عملها تحس إن هو دايما معاك ونفسوا بنفسك وقال ودقات قلبك مخلوطة بدقات قلبه وسعيدة وده شعور حقيقي مش شعور متوهم بالمناسبة وزيك أحبابنا لازم نحولهم إلى قيم فنرتاح طب على أرض الواقع بقى إيه اللي ممكن نعمله عمليا عشان يخلينا نقدر نواجه هذا التحدي لإن اللي قاعد قدامنا دلوقتي من اللي فقد شريك حياته أو فقد أو فقدت شريك حياتها بيسألوني إزاي بقى نواجه المسألة دي ونتعامل معها بعد الأصلين اللي أنا ذكرتهم دول إن أحبابنا من بيروحوش للعدم الحياة التانية إن احنا نستطيع إن احنا نعيش معاهم لإنهم بقوا في مساحة أكثر وأوسع وأكثر انطلاقا لما نتعامل معهم على إن هم بقوا في عالم أوسع وعالم أرحب فنستطيع إن احنا نلتقي بأرواحنا معا وده حقيقي مش وهم ولا خيال نعمل إيه بقى عشان إحنا نتجاوز هذا التحدي أول حاجة لابد إن الزوجين يكون لهم حياة مستقلة من دلوقتي حياة مستقلة عن بعض ومستقلة كمان عن الأولاد فيكون لهم صدقات وأنشطة يمرسوها بعيدة عن شريك الحياة وبعيدة عن الأولاد يا راجل حد يقول كده آه آه أنا بقول كده إن الإنسان العاقل والمتزن هو الذي لا يجعل شريك حياته كل حياته لا يجعل شريك حياته كل حياته حد كان بيشك إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحبه السيدة خديقة كل هذا الحب لكن هو كمان كان بيحب أصدقائه كمان صلى الله عليه وسلم أحب السيدة عائشة مع احتفاظه وحبه للسيدة خديقة ولما سألته السيدة عائشة لما سألوا الناس من أحب الناس إليك قال عائشة قال ليس عن عائزة أن أسألك يبقى السيدة عائشة حضرت النبي بيحبها وكمان بيحب السيدة خديقة يعني أنا عايزة أقول إيه كل ما كنت قادر تحب أحبابك وتحب شريك حياتك حب صادق كل ما تقدر تستفيد وتستمتع بجزء الخصوصية اللي عندك لأن جزء الخصوصية اللي عندك هو اللي يخليك تستمر قيمة إضافية في حياة شريك حياتك يبقى لازم جزء الخصوصية ده مهمة أوي وأنا دايما بقول القاعدة دي إن العاقل هو من يجعل حبيبه ليس كل حياته لكي يستمر معا في كل الحياة تاني كده إن العاقل ما اللي يجعل حبيبه هو كل حياته لكي يستمروا معا كل الحياة يعني إذا ما جعلت الشريك حياتك هو كل حياتك هتقدروا تعيشوا مع بعض كل حياتك لكن لو جعلت كل حياتك هتتحول 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 أنت إلى عب وهتحول هو كمان عليك إلى عب فلذلك لابد إن احنا نقلع عن هذه الفكرة الحياة التانية والمهمة جدا 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 ده أنا بقول الكلام ده اللي متزوجين عشان يلحقوا يعالجوا المسألة دي عشان ما يحصل لهم مش هذي المشكلة تانية حاجة إن احنا نستثمر الأوقات اللي بنعيشها مع بعض وننمي مهارتنا الحياتية عشان نقلل الاعتمادية على شرك الحياة يعني كل واحد فينا يعلم الإنسان شوية حاجات عشان إيه عشان نطور حياتنا وانا قلت لكم احنا في حياتنا الزوجية مش الحياة الزوجية مسافة واحدة لكن الحياة الزوجية احنا بننضج فيها وكل ما كل واحد من شركاء الحياة بيساعد شرك حياته على إنه ينضج أكتر ويبقى عنده مهارات أكتر هم الاتنين مستفدين فلذلك لازم الأوقات اللي عندنا نساعد بعضها لأن نكون أكثر نضوجا الحياة الثالثة والمهمة إن احنا نزيد المناعة الدينية عندنا يعني إيه نزيد المناعة الدينية عندنا لازم نتعود على إن نكون قريبين من الله ونعيش ونعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماله الذي نشره في الحياة لأن احنا لو ما عملناش كده هيبقى عندنا مشكلة كبيرة جدا جدا هيزداد في قلوبنا الجزع والفزع والتصدع والتوجع لكن لما نمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعرف جمال مولانا سبحانه وتعالى وإن الواحد في الحياة الحياة مش إنك بس هي حبيبك لكن الحياة إن انت بيد الله سبحانه وتعالى وأنك في هذه الحياة لا تكون وحدك وتكفر بالوحدة لأن لأنك لن تكون وحيدا وأنت مع الأحد سبحانه وتعالى وكل ما تتعرف على حضرة النبي وتتعلم من جمال أخلاقه وتتعلم من جمال حياته صلى الله عليه وسلم وتفيد من هذا الجمال على حياتك تحس إن حياتك بتتسع ويا سلام بقى لو أضفت إلى حياتك مجالات كديدة من القرب من الله زي زيادة العبادات وزيادة العلم وكمان زيادة تلاوة القرآن والذكر ساعتها حياتك هتبقى مليانة بركة ونور وأبدا مش هيكسر لك خاطر بالعكس أنت اللي هتكبر خاطر من فقت لأن أنت هتحس بأن مدد ربنا معاك وهتحس أن أنت مش لوحدك أبدا لأنك في حضرة الوحد بل ستشعر بأنك وأنت مع الله وأنت قد عرفت الله سبحانه وتعالى هتحس أن اللقاء اللي بينك وبين حبايبك اللي انتقلوا هيكون في حضرة مولاك وبين إيدين مولاك وفي صحبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن احنا ما فقدناش حضرة النبي ولا بنفقد أحبابنا لأنهم مازالوا موجودين ونستطيع أن احنا نعيش معاهم لما يتحولوا إلى أجمل المعاني ويوصلونا إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق يا رب جعلنا من هؤلاء من أهل الرشد والصلاح والحكمة عشان نقدر نعيش حياتنا مهما كانت الصعوبات اللي بنعنيها وحتى لو انتقل أحبابنا فهم انتقلوا إلى غرفة قريبة وانتقلوا إلى حياة موصولة بنا فهم لم يذهبوا إلى العدم ولكن نستطيع أن نحيا معهم حياة جديدة مشتركة لها قوانينها ولكن نحن لم نعدمهم ومازالوا قريبين وما زلنا نستطيع أن نتصل معهم يا سادة بعد الفاصل ألتقي مع أسئلتكم المباركة ونجيب عليها بسعادة وبنور وببركة مولانا سبحانه وتعالى ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم مباركة ونتلقى عليها مقترحاتكم وكمان تعليقاتكم اللي بنسعد بيها وبنحس بأنها مدد من ربنا سبحانه وتعالى فشكرا على كل ده وتعالوا ناخد أول سؤال معنا النهاردة من الأستاذة مي أستاذة مي تفضلي أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاك يا شيخ فضل ونعم الحمد لله أنا كنت عايز يا شيخ أخذي راوية حضرتك في حاجة كده معي تفضلي أنا جوزي حد مش بيغير علي خالص مش بيغير علي دماءة ناكنية إنهم مش بيغير علي نهيئي لدرجة إن أنا من كتر ما أنا شفت التصرفات إنهم ما بيغيرش علي بالدعم جدا لدرجة إن أنا دلوقتي بقيت كان هو كل حياتي هو وأولادي دلوقتي أنا بقيت هو بالنسبة لي كانه مش موجود في حياتي وأنا مددية جدا إن أنا وصلت المرحلة زي كده ومش عارف أرجع نفسي تاني دايما كل ما تفكر ليه أي حاجة مع إنه هو في حاجات كتير كويس جدا هو يمكن أكتر عد فيه لعدة بس أنا في حياتي مش قادرة إن أنا أرجع قلبي زي ما كان الأول زي ما كان هو وأولادي كل حياتي بعد الوقت أولادي هم أهم حاجات حاجة هو ما بقيتش لي مثلا إيه مكان في قلبي مكتر ما أنا شفت له مواقف حاجات أنت ما بيغيرش علي أنت حد ما فيش معنى الغيرة عندك خالص يعني نهائي مش عارف أوادي مش عارف أوادي إنه هو كويس حاجات كتير بس نفسي فيه عد زي كده مش عارف أتجاه الحاجة زي كده طيب الضربة قلبي تقفل يعني حصة قلبي تقفل طيب هل 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 عشان بس أنا عارف بس مدى الكلام اللي حديك بتقولي ده هل في يوم الأيام حصل أنا آسف يعني حصل أي محاولة من أي حد إنه هو يدايق حضرتك وإنت روح تيله وهو خزلك أو طيب أنا أجاوب على حضرك يا أستاذ مي الوضع ده بيبقى صعب شوية بيبقى صعب شوية ليه لإن في كلام كله ما بين السطور الكلام اللي ما بين السطور مش إن أنا ما قدرش أقول لكن أنا قدر أقول ببساطة خالص إن ما بين السطور الست اللي جزء ما بيغيرش عليها هي بتحس إن جزء بيفتنها بيفتنها ليه لإن الغيرة ليها وظيفة مهمة جدا جدا في حياة النساء الغيرة مش بس شيء بيخلي المرأة تحس إن هي أنثة لكن بيخلي الأنثة بيخلي الأنثة بتاعتها ما تغوهاش يبقى الغيرة بتعمل إيه تخلي إن هي تحس إن هي أنثة وفي نفس الوقت تحس إن الأنثة بتاعتها ما تغوهاش ليه ما تغوهاش؟ لأنها لما تحس إن فيه رجل بيغير عليها بتحس إن هي بغيرته دي هي مكتفية إن هي تستخدم أنثتها لإرضاء حد تاني يحس بإن أنثتها مهمة بالنسبة له الأمر ده مهم جداً جداً للرجالة يفهموه فالستة لو جوزها ما غارش عليها إيه اللي بيحصل بقى؟ بيحصل إن هي أول فتنة بتتعرض لها هي فتنة الإحساس بإن هي كأنها عارية في الطريق إن هي تحس إن هي أنا آسف مكشوفة لأن الغيرة دي بالنسبة للست هي اللي بتحس إن هي ده الدرع اللي بتتدرع به وبتحتمي به أصدر المجتمع وأصدر الجالة وإيه تاني حاجة تانية مهمة جداً إن هو بيعرضها إن هي تبحث عن الاحتواء البديل إيه علاقة الغيرة بإن هي تبحث عن حد؟ لإن إحنا قلنا إن الغيرة بتحسسها إن هي أنثة فتروح لحد يحس إن هي كذا وسعاد الصيادين بقى الطرف الثالث اللي موجود يقول لها لا لا أسمحتي ما تعمليش كذا وهي متجوزة فتحس إن الحاجة اللي عندها اللي هي محتاجة لها في حد تاني بيشبعها فهي تحس إن هي تتفتنة إن شاء الله ما تكونش أنا طبعاً بحاول بقدر الإمكان إن أنا أتكلم بما يسمح به الهوى لكن أنا بقول ببساطة خالص الطريقة اللي أنت تعمليها دي إن زوج حضرتك محتاج يتقعد مع خبير دي الصفة دي مش هتتغير لإن الصفة دي يبدو والله أعلم جاية من إن في حد من زمان خلاه يحس بإن هو مش مسؤول عن المرأة المرأة دي هي مسؤولة عن نفسها المرأة دي وده مشكلة في التنشئ فأنت مش هتقدر يتغيريها فنصحتي بإن هو محتاج ببساطة خالص إن هو يكون يقعد مع خبير خبير نفسي لا إحنا محتاجين خبير في الإرشاد الزواجي حد يكلمه ويتكلم معاه عن معنى الرجولة معنى الرجولة لإن الشخص اللي بيعمل كده اللي ما بيغيرش على زوجته بيقع في هذا الإسم إن من أعظم الإسم أن يضيع الرجل من يعول وعشان كده هو لازم حد يوعد معاه ويفهمه ده معانا الأستاذ حمدان من إينا أستاذ حمدان أستاذ حمدان لسه معانا قالوا طيب أستاذ حمدان ممكن نكلمنا مرة تانية معانا السيدة محمد نتفضل يا فند السلام عليكم وعليكم السلام عليكم أحتكاته أنا دلوقتي جوزي أنا منجوز بقالي 32 سنة طيب وخبت بصر على الأولاد ويعني بنته وكتنا نجوزيهم ومتخلصيهم يعني ندخل عليهم تغيري وقتهم مع شايلين مني وهو للوقت ماشي مع ناس مبعدين يعني ماشي مع واحدة آه ماشي بعدين هو سنه كان من ستين أو سبعة وستين سبعة وستين مم وهي سنة صغير ولا في سنه سنة صغير اوه ومنظر ولا بس طيب بعدين بقى دلوقتي أنا أنا كنت بجيب قرد طيب بعدين وبطلت فهو بقى إيه عمالي إيه بيتخانق معي يعني معي وستعه ومفيش يعني مقابل من نحيكة طيب فين السؤال بتاع حددتك حاجة محمد ما هو ده السؤال يا أستاذ وخناها الحل معا إيه بقى آه انت عايز الحل معا إيه حاجة محمد الحل في الحقيقة إنه هو دلوقتي هو واضح بشكل كبير جدا جدا إن حضرتك انتقلت إلى فكرة الجدة وهو لم ينتقل يعني إيه هو حاسس لسا إنه هو في إطار الزوج ففيه فرق في المسافات انت عايش حياة الجدة وهو عايش حياة الزوج فدايما هتلاقيه بيطالب بيطالب حضرتك أو بتعامل مع حضرتك على إنك أنت مش زوجة بتقوم بكل واجباتك حتى لو أنت بتقولي أنا عمري والله العظيم عمري ما تأخرت عنه في أي طلب ولا في أي حاجة لا هو بيقول أنا لسا فيه نفس إن أنا بقى زوج أنا متحلتش على المعاش الحل بقى إيه ده إن انت تعودي معاه وتكلميه إنت إيه اللي محتاجه وتسمعي منه هتسمعي كلام مش هيرضيكي هتسمعي كلام إن أنت خلاص أهملتيني وسبتيني وبتهتميش بي ووشك مقلوب على طول وكل اللي في حياتك عيالك وولدهم هتسمعي ده فلازم تسمعيه لأن أنت ما قلت ليش إزاي تطلق من ده أنت بتقوليه إزاي يعيش مع ده فأنت لازم أول حاجة تعودي معاه وتسمعيه وبعد ما تعودوا مع بعض وتسمعه بعض لازم تتفقوا إن انتوا تغيروا بالنمج حياتك يعني هتدخلوا شوية حاجات بتعملوها مع بعض وتعيشوا مع بعض بطريقة تانية خالص غير اللي انتوا عايشين بيها الحياة اللي فيها كل واحد فيكم في حياته وبعدين حضرتك عايزة تقولي أنا إزاي أقدر أسترده هتسترد حد فيه فجوة كل دي فلازم نقرب من بعض شوية ونصحت لحضرتك بالذات قلل الانتقاد شوية قلل الانتقاد بلاش انت 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 لو قللت الانتقاد أمور كتيرة هتتغير إن شاء الله نعم أستاذ صابر يتفضل أستاذ صابر السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله بكاته تفضل أستاذ صابر أهلا وسهلا بأتكلم بخصوص حضرتك والدتي كان ليها 32 متر قصة من والدي اللي أرحمه طيب وبعدين في البيت بتاعنا طيب وبعدين أحدش فلوس أنا بعاني شوية إن أنا قدر أسمع أفسر كلام بتحديدك يا أستاذ صابر هل ممكن بتتحرك شوية من المكان اللي انت فيه عشان أقدر أسمعك كويس؟ نعم تفضل يا أستاذ صابر أستاذ صابر تفضل تفضل يا أستاذ صابر طيب طيب أستاذ صابر أستاذ لوبنا تتفضل ماذا يا شهير مع حضرتك يا أستاذ لوبنا تفضلي السلام عليكم يا دكتور وعليكم سلام ورح أطلو بحاجاتك دكتور أنا بقالي أكتر من شهر أنا مش عارف أوصل لحضرتك والله خالص أنا أنا وزوجي عندنا مشاكل وأسرتنا بتنهار وعلاقتنا تقريبا يعني نهارت إذا الحقناها الحقناها ما الحقناهاش بقى قدر الله ما شاء فعل لكن أنا بحاول بكل طريقة أوصل لحضرتك حتى حضرتك نمرة تعليلي حضرتك بكرة على طول على در الليفت ما أنا عايزة حضرتك يعني مكلمتي أن أنا عايزة حضرتك تكون موجودة أنا عايزة أتكلم مع حضرتك أنا وزوجك حاضر أنا بكرة تعالي حضرتك في دار الليفتع الساعة كام ما مش هينفع أقولها الساعة كام على البتاع هيقول لك في كنترول الساعة كام حاضر مين معنا ثاني؟ مين معنا؟ نعم أستاذ لوبنا يعني أم هيقول له حضرتك أنت هتكوني هتشرف بالأقاء حضرتك وزوجك بس أنا عايزة أقول حتة مهمة جدا جدا حاضر أكلم أستاذ تايسير أستاذ لوبنا الحاجات اللي مرت بنا سنوات طويلة هنحتاج فيها أن يكون عندنا تأني وتفكير أن إحنا محتاجين نغير نمط حياتنا مش هينفع أن إحنا هناخد فيها قرار في نص ساعة لكن إحنا نبقى محتاجين أن هنفكر بعقل شوية وهنفكر بالتسعة صدر شويتين ثلاثة أستاذ تايسير اتفضلي أستاذ تايسير ألو؟ أتفضلي ألو اتفضلي أستاذ تايسير لو سمعت كنت عايزة أسأل بالنسبة للشهادات الإدخار هل العائد بتاعها حلال ولا حرام؟ والسؤالي لسببين؟ أول سبب هو أن البنود الخاصة بالشهادة ما فيش تصريح فيها أن هي تتبع الشريعة الإسلامية والثاني سبب هو أن العائد سواء الشهادة ذات عائد تغير أو ثابت فالنسبة معروفة من الأبن ما أخد الشهادة إيه تاني؟ لا تفوضت شكرا طيب يا سيدي أنت حديك بتسألي عن شهادات الاستثمار صح؟ شهادات الإدخار شهادات الإدخار فأنت حديك بتسألي على شهادات الإدخار مش صحيح لأن الدولة كلها والبنك المركز المصري ملتزم بأن هو يكون بيراعي أحكام الشريعة الإسلامية وما ينفعش أن يكون حد بيعمل حاجة مبتعدة عن الشريعة الإسلامية لذلك قانون 194 اللي تم تغيير فيه ورفع لفظ القرض منه عشان تبقى المعاملات بشكل صحيح فإذن أي معاملة هنا المفروض أن هي تكون في ظل لتطبيق الشريعة الإسلامية لأن الدولة المصدر الرئيس للقضايا فيها وللأحكام فيها وللقوانين فيها وهي الشريعة الإسلامية طيب نيجي بقى نقول بقى في المعاملة أنت بتقولي أن فيه ملحوظة كده بتخلي المعاملة عندك فيها أقلق وأن الريع بتاع المعاملة ودي مش فايدة أن الريع بتاع المعاملة ده محدد طيب محدد إزاي؟ وإحنا أصلاً بنخسر وبنكسب فإذاً لازم نعرف أن أنا لما بحط وبعمل شهادة التوفير أنا بمول مشروعات متعددة أنا مش بمول مشروع بعينه أنا بمول مشروعات متعددة يعني إيه بمول مشروعات متعددة في مشروع بيكسب مشروع بيخسر في مشروع بيكسب فنعمل ايه عشان نقدر نكون فيه عدالة في التعاقد تحت اشراف البنك المركزي نعمل ايه نعمل حاجة اسمها ان احنا نعمل بدراسات جدوى وبدراسات السوق وبالمؤشرات الاجتوارية وبدراسات المستقبلية نحدد سعر سعر لهذا العائد وفيه مصطلح كده بيستخدم سعر الكردور وبعمل ايه وبنحدد مش بنحدد بنعمل ايه بنحدده مسبقا بنحدده مسبقا بناء على ايه على كل الدراسات دي هو مثابت ولكنه محدد مسبقا محدد مسبقا يعني ايه وكأنني عشان اساهل على حداتك وكأن من كل المؤشرات الموجودة قدامي انا خدت المتواصف بتاعها لان الدراسات ما خلتني عارف ان مش كل المشروعات دي بتخسر ومش كل المشروعات دي بتكسب لكن في الاخر خارس المشروعات دي العوائد بتاعتها بتكون كذا فبيكون حظ الناس وبيكون العائد حسابه بهذه النسبة يبقى النسبة دي محددة مسبقا بناء على جملة كبيرة جدا جدا من الدراسات ومن المؤشرات يبقى ايه لا يحصل؟ يبقى المال العائد اللي عندي ده عائد مراعي لاحكام الشريعة الاسلامية وكمان فكرة ان العائد ثابت لا هو محدد مسبقا لكي نستطيع ان ندير هذه العمليات ضخمة وهي عمليات تمويل مشروعات البنك اللي انا اودعت المال فيه في شكل شهادة التوفير ارجو ان انا كنت وضحت لك وان النقطتين دولة مش نقاط تمنع ان العوائد دي تكون حلال لا العوائد دي حلال لانها عوائد تمويل وليست قرض مستاذة مجدة تتفضل السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته متشكلة لحضرتك على المدخلة ومتشكلة لفريق الاعداد المحترم ده انا راسي اهلا مساء انا عندي سؤالين صغيرين السؤال الاولاني انا بصلي قيام ليل وقرآن الفجر دي تقري عايز اعرف ده صح ولا غلص ده صح السؤال الثاني وانا دخل الحمان ايه ممكن اقولش؟ هل اقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا اقول ايه؟ طيب اول على راسي حاجة مجدة اول حاجة انك تصلي قيام الليل وقرآن الفجر شغال انت اصدق القرآن اللي بيتلوه القارئ قبل ازان الفجر وقبل ابتهال المبتهل لا ده افضل الاوقات اللي ممكن تصلي فيها قيام الليل الوقت ده اللي هو السلس الاخير من الليل وهذا السلس الاخير من الليل افضل وقت فانت كونك انت بتصلي بس اهم حاجة ما تبقاش انت في مكان القراءة ممكن تشوش عليك وانت بتصلي لا صلي وهذا افضل وقت ممكن تصلي عليه وده وتمفوش اي محظور الامر التاني ان انت حضيك بتقولي اقول ايه وانا دخل الحمام نقول اعوذ بالله من الخبس والخباس وهذا ما علمنا اياه صلى الله عليه وآله وسلم وده اللي ممكن فيه نتسطر به ومن تجشف العورات على غير من المخلوقات والامر المهم جدا 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 ان احنا واحنا دخلين لازم نكون في حالة تسطر وفي نفس الوقت نكون في حالة تحرز من كل ما يكون فيه اذى لنا ايه سادي احنا النهاردة تكلمنا عن شيء مهم جدا 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 يبدو للناس ان هو شيء فيه اثى لكن هو في الحقيقة فيه تدريب وفيه تعويض على سنن الله في الحياة وفيه احساس بان الحياة لا تقف الا على ارادة الاحد سبحانه وتعالى والحياة لا تنتهي بموت احد ولكن الحياة تستمر واذا كنت تريد ان يبقى معك شريك حياتك فلابد ان تعرف انه لا يفرق بينكم احد لان الارواح جنوده المجندة واتظلوا دائما مع بعض سواء في الاولى او في الاخرة وعشان كده لازم تكون انت طول الوقت عامل حسابك وعايش حياتك ومدي لشريك حياتك مساحة من الخصوصية ومدي لنفسك مساحة من الخصوصية واتكتروا الاعمال المشتركة وكمان تعيشوا حياة مليئة بذكر الله ومليئة بدعم نفسكم وتمتين اروحكم وتمتين وجدانكم الديني عشان اي تغيرات تمر عليكم تجد نفوس راضية ونفوس معلقة بالله وتجد نفوس هتكمل بمدد الله وبنعمة الله على الدوام يا رب ارزقنا دائما الرشد ورزقنا الصلاح ورزقنا البصيرة لك أن نحيا حياتنا بك وحدك ونحيا حياتنا بمددك وبنورك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة